بسم الله والحمد لله السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله ننهي فصل الطابات السلوك باخر شيء وهو التدخل السلوكي والتدخل البيئي طبعا عندنا التدخل السلوك بقضو بداخل فيه والتدخلات البيئية وكمان مواقبة او ضابط طوابع السلوك طيب التدخل البيئي اول شيء فيه ان احنا نغيب الموقف ان احنا نشيل المسيرات المشتتة يعني ايه يعني اذا كان الولد فيه اشياء هي سبب في تشتيطه او ان هي بتتسبب في مواقف الطوابات السلوك بالنسبة له نحاول ان احنا نبعده عن المواقف اللي بتتسبب فيه الطوابات السلوك طيب رقم اثنين عندنا ضابط طوابع السلوك من خلال وضع هدف ومواقبة التقدم للوصول اليه ان احنا نضع اهداف نحاول ان احنا نحققها مع الاولاد زوي الطوابات السلوك آخر شيء عندنا تكنيكات التدخل البيئة وده بيعتمد على التدخل المؤسسات الداخلية وكمان تدخل المؤسسات الداخلية عندنا التدخل في المواقف المجتمعية الطبيعية والتدخل في المواقف المدوسية وكل ده بيتحدث عن إزاي أن احنا نتحكم في بيئة الطفل كمان إزا كان عندنا أشياء خاصة بالمدوسة إزا كان أشياء خاصة بالمواقف العادية بالنسبة للطفل حياته الطبيعية وكمان كل ده بيساهم في خفض التوابات السلوك كل ده بيعتمد في الأساس على التفاعلات الإيجابية والاتجاهات الإيجابية نحو الطفل وضبط المسيبات وضبط البيئات والمواقف الخاصة بالطبعات السلوك ونحاول دائماً إحنا مع زوء الطبعات السلوك إن إحنا نتعابل معهم بأسلوب خاص من الاسترخاء نحنا نكون عندنا درجة استرخاء نبتعد عن الانفعالات العالية لانفعالات غير المبررة وهكذا بالنسبة للأطفال زوء الطبعات السلوك ترجمة نانسي قنقر